ايه الصفات دي؟ دي صفات يبني عليها حياة زوجية محترمة؟ نو مستحيل طبعا لا أكلمك بقى هنا عن حاجة مهمة جدا عن سيكولوجية المرأة النوع مش المرأة بشكل عام المرأة اللي من النوع ده البنات في السن ده اللي بتخليها وفقت وسمحته على كتبه وفرحت بقلبة الشوكولاتة الأحكام المسبقة بقى حبيبة قلبها قلب أمها والحقيقة حبيبة قلبية أنا متعاطفة معها جدا بيبتجمر عشان تبقى عروسة ونفرح بيها أن هي كل حلمها أنه اللي جاب لها الشوكولاتة ده هيتكلم معها وهيخرجها وهيدلحها وهيوريها الدنيا بقى اللي هي ما شافتهاش والروايات والأفلام والمسلسلات الرومانسية خلتها يبقى عندها توقع فوافقت هي بتحبه يا أمان ما هي حبيته من إيه؟ يعني إيه حب بالنسبة لها وإيه مقفولة عليها؟ هي ما تعرفش أن هي أي حاجة في الحياة أصلا أنا بقى عايز عرف هي بنسبة لها يعني حب؟ هي حبيته من علبة شوكولاتة جابها لها بس أنا دي اللي لأفت عندها ورحمة دي كانت آخر آخر حاجة إجابية أعملها في حياته بس لأنه هو كمان بقى ضد الدين ليه؟ يعني أين أمان هو؟ جبتلك الآية وجعلنا بينكم موضة ورحمة موضة ورحمة وبيتكلم حدا تاني؟ تشوف رحمة مني؟ أو إدها؟ ونبقى في موضة؟ ثانية واحدة أنا بتكلم على الجوازة من الأول فين بقى الموضة والرحمة اللي بينهم اللي منحها أنها تروح لأهلها طب أنت حبسها ليه؟ ما هو قال لها بعد شوية كده؟ يا بعد شوية كده هي حيبتي شنبريقة وهبلها افتكرت أنه قصده بعد شوية وبفعلا هي بتتكلم منتها البراءة ما هو أنه بالليه؟ لأنه هي مجاش في دمخة أنه يمنحها عن أمها المريضة فأفهم إزاي؟ يعني توقعاتها جاية من خبراتها وتوقعاتها فيه ما هو أنه أنا بس عندي اعتراض كانوا يزوروا بعض في الكورونا عادي أنا لازم أروح لمامت ومامت وتوفت من الكورونا فأنا رح أزورها في الكورونا لازمين دكتور مصرح يكلمنا يشوفوا قصة دي لا إنه حتى دي إنه حتى دي إحنا ما بنفكرش فيها متخيل إحنا على سجياتنا إزاي خلص في كل حاجة فأنت إيسي بقى بدي بقى دكتور أمل على الحياة كلها ما فيش ثقافة فهي كل توقعاتها وأحلامها اتهدت فعمتها دي المفهوضة إن هي حامتها فعمتها دي دي سخانته عليها لما ليه يعني ليه كده في كل الأحوال خلينا نقول إن الموضوع كله ما بني على باطل فهو باطل جوزة بنيت على أساس في موكة نظري حرام شرعا إنه لها كم يعملوا فيها كده بنسطرها يا أمي أكبر منها بعشرين سنة ويأخدها في حتة تانية بعيدة يحبسها في البيت قعدة في بيت أهلا وعملها وحش ليه ليه أو بعملها وحش عشان هي وحش عشان هي غلطان لا هي غلطت بعد قد إيدي بعد ما خلفت وبعد كده بعد إن ثانية واحدة الغلط مسألة نسبية جدا الغلط مسألة نسبية جدا إحنا هنا عندنا في مصر إحنا هنا عندنا في مصر في مدارس مشتركة وفي أولاد و بنات أصحاب وإخوات متربيين مع بعض وفي حاجة اسمها صداقة واحدة في لحظة يأس محبوسة لأنه هي قالت أنا من الأول مرضتش أشتكي الأهلي علشان عندها أسباب ما قالتش الأسباب ولكن قلت عشان ما أقلقهمش فتحترم أنا مش حاسن وبعدين أنا عايز أقول لك على حاجة يا سالي باردو حاجة مهمة قوي البنت دي لوحشة مش تبعت القصة بتاعتها لا طبعا البنت دي ضحية أفكار وعدات وتقاليل الرجالة ما بتفكرش النوع ده من الغلطات إحنا كاستشاريين نفسيين وكدور البلد وتكريم المرأة وإن أنا واحدة النهاردة بكلمك برضو من منطلق إن أنا أمينة المرأة في أحد الأحزاب على المنطقة دي حاجة جديدة أنا بقالي فيها خلوة جدا يا مهلي طبعا فأنا بجد إحنا كمان سيادة الرئيس اللي حصل في عهده للمرأة ما حصلش في عهد أي حد في الدنيا فما يصحش يعني ما يصحش إنه لسه فيه بنات تتضرب وتتهان وتتحبس وتتمنع من زيارة أمها الراجل ما بيين والحد كده هي ما كانتش غلطة في حاجة أيوة الراجل هي الحد كده ما كانتش غلطة في حاجة هناك الكلمة واحدة بتريفون هي بعد كده بقى هي قالت لك بين قصين شطاني والزيني لا هي في لحظة يأس مش عارفة تلجأ في مين وتع غلطة هي ستة اعترفت البنت اعترفت الناغل قلت تتطلق لي بقى عشان يحنن قلب عشان يحس بغيابها لا أنا قلت تتطلق لأنه النوع ده من الرجالة والأتيتيود بتاعه كده من الأول باين ما أراش يعني إيه أحتوي مراتي ما أراش يعني إيه أن أنا أعقبها على الغلط وأفهمها وأحتويها عشان ما تغلطش تاني بالبلدي ما أراش يعني إيه ما أراش يعني إيه يا سالي أن أنت تقهر أنوسة واحدة ستة وتهجرها بالشهور لكلام ولا تليفون ولا حنية ولا احتواء أنا يعني أما أنا متجوزك لإيه اتلاقي ربي ده اللي أنت أصدق عليه أنا عايزة بالبلدي كده أوه عايزة فهمها بالعرب فهمها لو بالبساطة كده اتلاقي هيوضح بعد فترة بعد فترة إيه بقى إن كان هو هيراجع نفسه ولما هيرجع مش هيزلها ومش هيضربها وهيعرف قيمتها ولما تتطلق هتكون هاي في مركز قوة هو بقى اللي هييجي يقول سامحيني ونطيجي صفحة جديدة وبعدين أخوها بقى ده يظهر ويبان عليك الأمان ويحط الشروط اللي يحمي بيها أخته يعني أنت عايزة تعلميه بالطريقة الصعبة بالطريقة اللي هو يفهمها ترجمة نانسي قنقر